الآن الضرفية العالمية والتدبير المالي الميزاني دي الدولة حتى معلنا على أنه نمشي نحو الحقيقة دي الأسعار وهذا الحقيقة دي الأسعار تفيد على أن الدولة ستبقى حاضرة في دعم المواد اللي هي مدعمة منها المواد البترولية لكن في حدود جد مقننة في واحدة الثامن معين غادي يكون الأسعار العالمية اللي غادي نديروها في المغرب على أساس أنه غا يكون واحد الأفق اللي ممكنش نتعداوه مهما ارتفعت الأسعار الدولة غادي تبقى حاضرة المواد دي المقايسة اخترنا إذن الإسانس سوبر واخترنا المزوت واخترنا الفيول الصناعي بمعناه ما اخترناش البوطة غاز غادي تبقى ما غادش تتحرك الفيول اللي تستعملوه الانتاج الكهربائي باش ما نزيدوش في الكهرباء ما غادش نقيسو فيه غادي نشوفو فقط هاد المواد اللي هي مواد تتعلق بالإسانس والسوبر والديازيل والفيول اندوستريال والدولة والدولة الآن قد دي ارتفاقيات مع الفرقاء ديال النقل وخاصة الطاكسيات صار والكبار وايضا الحافلات باش ما تكونش اي زيادة الدولة ستتحمل إلا كانش زيادة ستتحمل هاد الفارق ويالي غا تتعطي الموالين الطاكسيات داك الفارق باش الاسعار ما يتغيروش على المواطن وخاصة داخل المدن محل نتخل إلا نقل الإنسان يفهم نقل داخل المواطن وخاصة داخل المواطن وخاصة داخل المواطن وخاصة داخل المواطن يستمر المسيطة العادي للاسة النجانية بالنطانية